اشتركوا في القناة وفي حال السؤال الهاز والهاز وين بروحه دائما للبداية زائد سبجك زائد ثري صحولة لا هذا تكلمنا عنه المرة الماضية حكينا في حال المفرد دائما نستخدم هاز مع المفرد صحولة لا ونستخدم الهاز دائما مع مين مع الجمع ممتاز طيب تمام لاحظ I have you have he she it has we have they have طيب تمام في حال النفي I haven't you haven't we haven't they haven't وفي حال النفي he أو she أو it هزنت صحولة لا ممتاز 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 بعدين حكينا انه احنا مع السؤال دائما دابلو اتشي كوستين في البداية تمام بعدين هاز و هاز سبجك تمام زائد فربي ثري ومن ثم اليوزز هي معناها الاستخدامات الاستخدامات حكينا الاستخدامات هي عبارة عن اكتيفيتز نشاطات or events احداث in the past في الماضي but we don't know exactly time كذا كذا الى اخره حكينا she has a broken her leg her leg عفوا I have been in London or to connect the action from the past من الماضي to the present باستخدام قلنا ايش اللي هي باستخدام since and ايش for باستخدام since and for وحكينا عن الكيوورد واحدة تلوة الاخرى تمام وحكينا انه انه already معناها للتو lately و just معناها برضو للتو ومؤخرا yet معناها حتى الان recently مؤخرا و since و for معناها منذ ولمدة و never معناها ابدا or ever ابدا و so far حكينا معلومة في بداية الفصل او بداية present simple حكينا اذا كان في عنا subject زائد never بعدين فراغ واذا كان في عنا subject بعدين فراغ never فراغ تمام بينهما حكينا اذا كان في عنا فراغ ورا never واحد فالإيجابة هنا verb one او verb s او es صح ولا لا ممتاز وحكينا اذا كان في عنا never بينهما فراغين فهن شو دي يكون عنا دائما has وhave زائد verb 3 تمام هذا احنا حكينا عنه المرة الماضية وين في القواعد present simple ومبارح حكيناه في الحصة المرة الماضية طيب تمام الآن خلينا نشوف الأسئلة الضع دائرة زي ما اتفكت انا وياكم سوى حتى نشوف كل واحدة عن شو ايش ابتتكلم طيب تمام قولوا بسم الله زي ما اتفكنا دائما احنا من رقم من واحد الى قديش من رقم من واحد الى عشرة حتى احنا نكون امورنا تمام باذن الله وما نضطر باذن الله انه نغش او وحاشاكم من اي غش تمام حتى احنا نكون امورنا تمام طيب الآن نشوف الآن نشوف جملة رقم واحد خلينا انا راحل هون استاذك العادة بس ولكن انت كطالب اذكرت ان شاء الله بتحل تحت عند الارقام التحت جملة رقم واحد وي فراغ ان جوردن في عندنا فور وراها زمن خلاص انتهى فالاجابة هون والوي هون تعامل معاملة الجمع ممتاز ممتاز البن من هاش دخل في الموضوع وار اصلا من هاش دخل في الموضوع والوي عشانها جمع الهاب والهاز الهاز برا فالاجابة الصحيحة هي ايش هاب بن فالاجابة الصحيحة هي هاب بن I فراغ the email for my group in the class yet حكينا الاستاذ قالنا اذا كان في عندنا for لحالها شو تعتبر يا استاذ تعتبر preposition شعني preposition حرف جر اذا هاي مش كيوورد هذي مش كيوورد تمام يت هي الكيوورد صح ولا لا اذا ها هنا I has I don't مع السلامة I would مع السلامة ظلع لعنا هون ايش هف ان ايش كمان و والآي قلنا تعامل مع المضارد دائما معاملت ايش الجمع فالاجابة الصحيحة هي هفنت سنت سنت طيب تمام ايميل معناها اجروب معناها مجموعة تمام اكلاس معناها الصف هفنت سنت معناها ارسل نور فراغ في فيسبوك سنس 2015 طلابنا بيشوفوا 2015 بيقول لها خلاص فر بطو حكينا معلومة هي المعلومة طلعنا فيها حكينا اذا كان في عنا يا جماعة سنس عسبيل المثال زائد زمن وراها تمام سنس زائد زمن يا جماعة الخير سنس اقوى من اي زمن بعدها اكتبوها عندكم هاي يا جماعة يعني لما يكون في عنا على سبيل المثال لما يكون في عنا على سبيل المثال سنس 1999 ما بحل على 1999 بحل دائما على مين هي السنس لانها هي الاقوى لانها الاقوى تمام تمام ارجع الان استاذ يلا يلا نشوف عندك او عندك يا شباب يا بنات يلا نور فراغ في فيسبوك سنس اذا سنس هي الاقوى فالاجابة الصحيحة is مع السلامة use مع السلامة و no used برضو مع السلامة في الاجابة has used they فراغ عندنا already here homework with their teacher تمام طبعا هنا عندك there وليس her صبطونا اياها تمام تمام they homework with the teacher with their teacher مدام في ان already هون يجي قبلها helping verb هون دي يجي ايش المين verb بالفعل المساعد والرئيسي is مع السلامة و are مع السلامة شو كيف طلعت اثنين برا وعن they جمع has ولا have فالإجابة ايش have يلا البعدي the children مفضلة جمع والله يوسري جمع ممتاز فراغ just فراغ the sand castle sand castle معناها اللي هي ايش قلعة رملية قلعة رملية طيب تمام عن just معناها للتو تمام او من قبل are مع السلامة don't مع السلامة we will مع السلامة لأنها في المستقبل فالإجابة فقط هي have the children have just كذا كذا castle احمد فراغ recently his homework is مع السلامة was مع السلامة وعن احمد مفرد في الإجابة ايش has i فراغ my bedroom for a half عنا هنا four وراها زمن half an hour half معناها نصف نصف ساعة اذن was مع فالإجابة الصحيحة هي have طيب شوف هذا السؤال my mother my mother مفرد rice لأرز four ها في انه four هنا وعن yet من الاصاحية لانه هون اجت preposition هاي ايش preposition اذن isn't مع السلامة عنا yet هون اجابة هاز وها صح ولا لا فالإجابة الصحيحة هي ايش hasn't cooked hasn't cooked the players فراغ for the match since last week يا حرام بشوف last week مروح دور على verb 2 مروح على where لا لأ 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 since زائد زمن إذن since هي أقوى فالإجابة ايش تكون هون هون هي has أو have plus verb 3 صح ولا لا where مع السلامة و are مع السلامة وعن the players جمع فالإجابة قبلها فراغ وبعدها فراغ هون يكون عندنا has أو have وهون يكون عندنا verb 3 إذن إجابة مع السلامة was is مع السلامة والمع السلامة فالإجابة الصحيحة هي has 100% أستاذي هذه هي الأسئلة اللي قلت لك عنهم الحصة الماضية في مجموعة أسئلة أيضا وين في صفحة 23 خلينا نشوف الأسئلة هاي ونكبر الصورة شوي حتى نركز منيح يلا نقول بسم الله في عنا عشر أسئلة أستاذي تمام راح نبلش فيهم واحدة واحدة the road الطريق يعني معناها إيش الطريق تمام is closed مغلق تمام إذن جملة في المضارع أو في الماضي عنا is في المضارع there فراغ طلعوا معي يا جماعة إذا كان في عنا there وفراغ اتطلع بعد الفراغ إذا كان الاسم مفرد فالthere تعامل معاملة المفرد أما إذا كان في عنا there ركز معي بعدين فراغ والنون بعد الفراغ جمع فالthere هون تعامل معاملة إيش الجمع شوفوا هالجملة شوفوا هنا هنا there زي ما حكيت يا أستاذ نتطلع بعد الفراغ في عنا an accident حادث واحد إذن هنا تعامل معاملة إيش المفرد فالإيجابة هون شو راح تكون اللي هي has والتصريف الثلاث لكلمة بي اللي هي has been has been الإجابة تكون في جانب الصفحة يا جماعة حتى إحنا إيش بس نرجع نحلل أسري كمان مرة بإذن الله ما يكون في عنا أي مشكلة طيب I wrote the email but مدام أعطاك but هم في جملة ثانية إذن هاي جنب من هاج دخل تمام I فراغ it yet عنا هون yet شو في عنا عنا yet طيب تمام ركز معي عنا I تأخذ هاز ولا هف والإشي والله يا أستاذ هف هاي نزلت هف بس عشان في عنا not شو راح نزل هون هون هف صح send شو تصيف الثالث حسب المجموعات send sent sent send sent sent طيب تمام فالإجابة هون شو راح تكون sent دي بصير ايش t طيب is sally here هل سالي هون no she فراغ recently فراغ go out أول شي recently ديجي قبليها has و هف وبعليها ديجي فربي 3 she has هاي نزلت هاز وعند go تصيف الثالث شو هو go went gone بننزل كلمة gone طيب الآوت هاي شو بس أول أبل بلس فيها إشي إذن أي فعل وراه حرف جر هذا بنسميه إحنا وستاذ فريز الفورب شو بنسميه فريز الفورب يعني فعل مركب تمام أي كلمة فعل وراها حرف جر بنزل زي ما هو ومثلا wake up wakes up ماليش خاص بكلمة up وهنا ماليش دخل بكلمة out نزل زي ما هي طيب تمام روبا فراغ already فراغ very hard this term وعند كلمة work معنى كلمة not تمام طيب روبا hasn't already فراغ هي كلمة work تشو دصي كلمة work worked وليس worked غاد فراغ since وعند فرايدي وراها زمن إذن هذا keyword إذن غاد hasn't read نفس ما هي وسو لكن اللفظ يختلف read 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 رائد طيب تمام I can't find my bag لا أستطيع أن أجد إيش اللي هي حقيبتي فراغ ever هاي كيوور جماعة ever وعند you لن شو دي يكون في عنا هون ها ليش حطنت كابت يا أستاذ لأن هنا في عنا نقطة لاحظوا معي لأن هنا في عنا إيش نقطة see شو تصريف الثالث أستاذي اللي هي كلمة إيش seen seen have you ever seen it عمرك شفتها they فراغ تكن ديت إذن في عنا they هنا تأخذ ها vent لأنها نفي هاي النت يا جماعة الخير traveled شو تصريف الثالث يا جماعة traveled من ضاعف ال يا جماعة traveled ليش هاي من الشوار تذكروا بحكي عنا في ing سؤال سبعة ثمانية وتسعة وعشرة تمام it will be أو they will be as a homework رح نخليهم إيش as a homework رح نخليهم كإيش كواجب homework باستنى منكم إجابات على الواتساب تمام وأي طالب جديد دخل معنا على الدورة أرجوك 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 أستاذي تمام إنك تتواصل معي على الرقم هذا تمام تواصل معي على هذا الرقم حتى نكون مع بعضنا بإذن الله تمام أستاذي أنا رح أرجع على الصفحة زي هيك حتى الكل يصورها تمام ويبلش في حلها تمام بتمنى بتمنى أني يكون أنا ما قصرت معاكم في هذه القاعدة الحصة القادمة في أنها قاعدة خرافية اللي هي قاعدة past perfect past perfect رح نشرحها على اللوح بإذن الله بتفاصيلها كاملة تمام ومن ثم بعديها قاعدة الآن then ومن ثم رح نطبقها كالآتي على الشاشة تمام وبعد هذا الكلام رح نخلص قاعدة future symbol وبعد من خلص future symbol في أنه بإذن الله اختبار شامل تمام على هذه القواعد السبعة تمام أتمنى أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه ما نوصل الامتحان ندرس تقيلوا بس فقط مراجعة هذا الصح لأنه نحن ماشيين step by step تمام وما بنخاف من أي شيء صحيح ولا لا فقط ابحث عن دليل ومن ثم إذا كان في استثناءات للقاعدة أنتوا أدروا في هذا الموضوع ومن ثم مفرد جمع ومن ثم الحل بإذن الله وإنتوا قدها بإذن الله بتمنى لكم التوفيق وأشوفكم بإذن الله في أعلى المراتب يا رب يا رب يا رب once you stop learning you start dying تمام ولا ننسى أن التوجيه هو تمام قصة وأنتم أبطالها ويعطيكم ربي ألف ألف عافية